بسم الله الرحمن الرحيم نهاردة حلقتنا هتكلم عن السقف الهوردي زي ما احنا شايفين السقف الهوردي او احنا بنسميه سقف البلوك المفرغ او الهولو بلوك سلاب تمام طبعا ده نوع من انواع السقف منتشر جدا سواقف دول الخريج سواقف على مستوى العالم طبعا سبب انتشاره اللي هو ليه مميزات ومن اهم من مميزاته اللي هو عازل الصوت وعازل الحرارة نتيجة طبعا الفل اللي انت بتحطه او البلوك اللي هو بيتحط ونتيجة برضه اللي هو سهل في التنفيذ طبعا المعظم استخداماته كانت بتستخدم للمسافات او المساحات اللي انت بتحتاج مسافات ما بينها كبيرة يعني مساحات كبيرة تصل مثلا مسافة بين عمود العمود في حدود تمانية متر ويمكن اكتر من كده طبعا دي بتختلف على حسب سمك السقف وعلى حسب عمك وعرض اللي هي القمر او الجسور السقطة منه فحتى استخداماته الهدف منها المساحات الكبيرة الا ان برضه الناس كلها بتحب تستخدمه في البيوت بتاعتها لهدف زي ما احنا قلنا قصرة المميزات بتاعته وهو فكرته بساطة هو عبارة عن شبكة من الحديد بيكون سمكها تقريبا من سبعة لعشرة سنتي حسب التصميم طبعا كل كل الشبكة دي او السمك ده بيكون اسفله جسور صغيرة احنا او بنسميها الاعصاب. اعصاب دي بتكون مخفية طبعا اتجاهها بيكون حسب اه الاوزان وحسب الاحمال اللي هتيجي على اه السقف. طبعا ما بين الاعصاب دي زي ما احنا شايفين الاعصاب دي ما بينها بتحط يا اما بلوك اه خرصاني يا اما بلوك احمر يا اما فلين. طبعا بيفضل انك بتحط الفلين عشان تقدر تخفف الوزن بتاع السقف. تمام? وطبعا بيعتبر كمان انت بتقلل كمية الخرصانة والحديد اللي هتتحط في السقف اما تيجي تحط الفلين اه بتاعك ده. فهي عبارة عن مجموعة من الاعصاب وشبكة من الحديد من اعلى سمكها من سبعة لعشرة سنتي حسب التصميم بتاعك. طب نيجي نتكلم على العيوب ومميزات السقف اه الهردي. طبعا زي ما احنا انه من مميزاته. تمام? اللي هو بيغطي مساحات كبيرة باقل تكلفة. يعتبر عازل صوت وعازل حراري جيد. طبعا نتيجة اللي السمك بتاعه والفل او الفوم اللي محتوط ده يعتبر عازل من عوازل الصوت وعوازل الحرارة. طبعا في اه ميزة حلوة ان القمرات بتاعته معظمها بتكون مخفية. وبالتالي ما ما تعققش وانت عايز تعمل تقسيم معماري جديد. يعني انت مسلا عايز تفتح غرفتين على بعض. تقدر تشيل الجدارة اللي ما بينهم ما تلاقيش قمرة سقطة من السقف. فبالتالي تقدر تفتح مساحات على بعض. ما تعقش او مبقاش الشكل اه قز نتيجة القمرات اللي السقطة عندك بيش موجود في السقف الهردي. طبعا الشدة الخشبية بتاعته اه بتكون سهلة اه بالنسبة للمقاول اه وطبعا وخاصة لو قلت القمرات السقطة. فلو قلت القمرات السقطة بقى اسهل اكتر في الشد بتاعه. طبعا كل حاجة اللي هي مميزات ليها عيوب. ايه هي عيوب السقف الهردي? طبعا ما ينفعش انك تعمل سقف هردي في آآ سقف حمام او في ارضية حمام او ارضية نبخ. تمام? فبفضل دايما انت بتعمل السقف الهردي بتعمل الارضيات الحمام ونبطبخ رأيتين فرش غطى حسب التصميم بتاعك ما ينفعش تستخدم هردي عشان فيه مواسير بتعدي في الحمام بتاعك. طبعا بيكون تكلفته عالية نوعا ما عن طبعا بالنسبة للمساحات الصغيرة. يعني لو انت هتعمل سقف الهردي في مساحات صغيرة الفلات السلاب او السلد السلاب اسف بيكون اقل شوية في التكلفة عن آآ الهردي. آآ برضو من احدى عيوبه انه بيحتاج شوية من آآ الحدادة او اعمال الحدادة بتكون اكتر فيه نوعا ما نتيجة ان عندك اعصاب موجودة كتير. وكانت طبعا صفلية وتسليح علوي وتسليح صفلي وما آآ الى ذلك. فتيه برضو من احدى البعض العيوب آآ بتاعته. طبعا آآ البلوك اللي بيستخدمه آآ اللي هو الفل او الفلين بيكون شوية غالي. بس انت في نفس الوقت بيزود لك التكلفة ولكن برضو بيعزل لك حرارة وبيعزل لك آآ آآ صوت. فبرضو آآ زي ما ليه عيوب ليه مميزات وموزيات احسن من العيوب. فاتمنى ان شاء الله الحل اللي اتكون عجبتكم واستفدتم منها. ما تنسوش يدعمونا وشتراكو في قناة تفعيل الجرس. ويوم